نفتح معكم هذه النافذة لتحليل تطورات المشهد ميدانيا وسياسيا مع ضيفنا هنا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي سيد محسن أبو رمضان أهلا بك معنا عبر شاشة الغد في هذه التغطية أهلا بك الملف الأبرز هو ملف استئناف المفاوضات سواء كان في الدوحة أو في القاهرة هناك لاءات يرفعها نتنياهو كما تابعنا خلال الأسابيع الماضية في وجه التوصل إلى هدنة واتفاق بين إسرائيل وحماس هل يمكن أن تتحول هذه اللاءات إلى نعم مع السئناف هذه المفاوضات؟ يعني لا أعتقد ذلك واضح للرأي العام وللمراقبين وللعيان أن نتنياهو يناور ويحاول أن يكسب الوقت هو يتجاوب مع هذه الجهود والوساطات سواء المصرية أو القطرية أو الأمريكية من أجل إقناع رأي العام في داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه حيث الاحتجاجات الواسعة باتجاه إبرام صفقة بدل الأسرة لأن هذا الموضوع ساخن ومركزي وحاوي ليس فقط لأسر الضحاء الرهائن ولكن أيضا للشارع الإسرائيلي بشكل عام حيث أنهكته الحرب ويريد أن ينهي هذه المسألة وأيضا حتى يتفاعل إيجابيا مع الوساطات المصرية والقطرية هو يخدع المجتمع الإسرائيلي؟ هو يخدع العالم وليس فقط المجتمع الإسرائيلي هو يناور ويحاول أن يكسب الوقت ويعتقد أنه لن يعطي هدية لبايدن لأنه يريد أن يسقط بايدن لأن بايدن مارس بعض الضغوطات وإن كانت ناعمة عليه رغم الدعم الاستراتيجي الهائل الذي قدمته الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن والحزب الديمقراطي منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة ولكن الأكثر حلفا وتوافقا أيدولوجيا وعنصريا هو ترامب والحزب الجمهوري لذلك لن يعطي هدية إلى بايدن بما يتعلق في صفق التبادل الأسرى وهدنا وهو أعلن بعض الإعلانات التي تؤكد يعني عرقلت أي مساعي جدية باتجاه وقف إطلاق النار وصفق التبادل الأسرى ومن ضمنها أنه يريد فقط صفق التبادل الأسرى ويريد أن يستكمل العدوان على حماس وبالتالي فرص نجاح هذه المفاوضات ضئيلة للغاية أنا أعتقد الجميع يدرك بأن نتنياهو سواء الشارع الإسرائيلي أو المعارضة الإسرائيلية أو الإدارة الأمريكية أو الوسطاء الجميع يدرك بأن نتنياهو إنسان يعني مراوغ ويناور ويريد أن يكسب الوقت وصولا إلى 24 الشهر حيث سيلقي كلمة أمام الكونغرس الأمريكي باستقبال حافل من قبل الحزب الجمهوري وبالتالي ستكون خطوة باتجاه دق نعش في دق مصمار في نعش بايدن والحزب الديمقراطي في السباق الانتخابي وشكل من أشكال التأييد لترامب الذي يتماهى مع مخطط اليمين الصهيوني واليمين الفاشي وحكومة نتنياهو بن كفير سموتريتش بما يتعلق بضم الضفة الغربية وصفقة القرن بعادة إنتاجها باتجاه شطب القضية الوطنية للشعب الفلسطي إذن لا تفاؤل في إبرام صفقة هكذا فهمت منك ولكن هناك متغيرات ربما هذه المرة مع السئناف المفاوضات الحديث عن المؤسسة الأمنية الجيش المخابرات الموساد كلهم يجمعون على ضرورة التوصل إلى صفقة هل هذا الكل في إسرائيل في مواجهة نتنياهو سيفشل؟ ليس جديد ولكن الجديد هو تماسك موقف المؤسسة الأمنية والعسكرية وزيادة دورها وصوتها ارتفع أكثر من السابق بما يتعلق بتحميل نتنياهو المسؤولية والرغبة بوقف القتال في قطاع غزة حيث تحول وجودهم إلى عبئ وأيضا ستة من كبار الضباط أعلنوا بأنهم بالإمكان حتى يوافقوا على استمرار حكم حماس مقابل يعني صفقة تبادل أسرة ووقف إطلاق النار لأن هناك حالة من الاستنزاف ولا يوجد أهداف واضحة لدى الجنود والجيش الإسرائيلي ما بعد الحرب الحرب يعني استخدمها الآن نتنياهو من أجل الحرب ولكن الجيش يريد الحرب من أجل أهداف سياسية واضحة المعالم وهذه الأهداف السياسية لم تتحقق وهي الأهداف الثلاثة التي أعلنها في بداية العدوان بعد 7 من أكتوبر وهي تفكيك حماس وجعل قطاع غزة مكان غير مهدد لدولة الاحتلال والسعادة الرهائن وبالتالي لا توجد أهداف والحديث أيضا عام بما يتعلق في انتصار مطلق وتحقيق النصر المطلق وأصبح هناك حالة من التندر بالمؤسسة الأمنية والعسكرية ولكن الواضح أن نتنياهو أضعف المؤسسة الأمنية والعسكرية ويريد أن يبقي اليد العليا للمستوى السياسي وله شخصيا في هذا المجال نحن الآن على ما يبدو في متاهة التناقضات الإسرائيلية المعلنة من اتفاق وقف إطلاق نار أو الوصول إلى اتفاق مع حركة حماس هذا الاتفاق المركب الذي يشمل هدنة إضافة إلى صفقة تبادل إلى متى سنبقى في هذه المتاهة وهل هي مقصودة الآن في هذا المشهد؟ المتاهة ستستمر ما لم تحدث متغيرات على الشارع الإسرائيلي نفسه حيث هناك بعض الدعوات من ضمنها باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق الذي أعلن عن ضرورة وجود عصيان مدني وحالة من التمرد الشعبي العريض والواسع انضمام أيزين كوت وغانس ولبيد للمحتجين ولأسر المحتجزين الإسرائيليين يعني شكل إضافة نوعية في هذا المجال هناك تصاعد للغضب الشعبي وهناك إدراك بأن نتنياهو لديها مصلحة شخصية بإطالة أمد العدوان وخذ بعين الاعتبار أنه يماطل وحاول أن يكسب الوقت لأهداف شخصية لأن أي لحظة توقف فيها الحرب ستتشكل لجان التحقيق وستحاكم نتنياهو بوصفه رئيس النظام السياسي الإسرائيلي والمسؤول عن إخفاق السابع من أكتوبر بالإضافة إلى ملفات الفساد التي كانت تلاحقه وخذ بعين الاعتبار أنه يكسب الوقت في هذا المجال في التكتكات الخاصة بجهود الوساطة رغم أنها جهود جادة وأيضا وصولا لعطلة الكنيسة الصيفية وبعد ذلك سيصبح هناك عشرة أيام على الانتخابات الأمريكية والأمر الذي لن ينجح الجهد الشعبي بإسقاط نتنياهو في هذا المجال أو حتى الضغط الأمريكي يعني حتى الرهان على موقف الشارع الإسرائيلي خروج عشرات الألاف بالمظاهرات سواء كان من أهالي محتجزين داخل قطاع غزة أو حتى من الذين يرفضون نهج نتنياهو إضافة إلى موقف مؤسسات الهايتك كما تابعنا خلال الأيام الماضية رجال الأعمال الهستدروت هل هذا الموقف لا يمكن أن يؤثر على مسار ونهج نتنياهو مع العلم أنه أثر في صفقة شاليط يعني من الممكن أن يؤثر ولكن هناك عامل آخر في صفقة شاليط أن كان هناك استماع لجهود والموقف الأمريكي والأوروبي وأيضا موقف العرب نتنياهو لا يريد أن يستمع الآن لأنه يعتقد بأن المصار الذي يسير به هو يخدم مصالحه الشخصية والمصالح الأيدولوجية المبنية على فكرة خطة الحسن ربما في لحظة من اللحظات تدفع هذه الأمور والعوامل التي ذكرتها الضغط من قبل الشارع الإسرائيلي والتحولات في بنية المجتمع الإسرائيلي نفسه والهاي تيك وغيرهم الذين ملوا من إدامة أمد العدوان والخصائل الاقتصادية إلى تبريد الصراع في قطاع غزة ولكن ليس إنهاؤه هو يريد أن يفرض بعض المتغيرات ويقطف الثمار السياسية نتيجة العدوان العسكري على سبيل المثال هو لم يحتل فيلادلفيا وصلاح الدين من أجل أهداف تكتيكية مؤقتة هو يريد أن يفرض وقائع هو تحدث عن منطقة آمنة بين المزدوجين على حدود الشرقية والشمالية من قطاع غزة بمساحة لا تقيل عن كيلو متر أو 2 كيلو عادة إنتاج من صوت الاثنساريم إدارة مدنية فترة انتقالية لمدة 3 سنوات وهو يتقاطع في بعض الأجزاء تحول الجيش الإسرائيلي من مرحلة التكتيك إلى المرحلة الاستراتيجية في التعاطي مع واقع قطاع غزة وهذا يتطلب إدراك الجميع إدراك الموقف الفلسطيني أن الموضوع لم يعد فقط صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته التي ترفع لها القبعة ولكن في نفس الوقت هناك مخاطر سياسية من ضمنها العودة لأفكار الوصايا الخطة الأمريكية المكونة من 10 نقاط مخاطر أيضا فصل قطاع عن الضفة مخاطر إعادة إنتاج الكولونيالية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة إعادة إنتاج فكرة روابط القرى فصل القطاع عن الضفة تقويض فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة الآن الموضوع خطر جدا يتطلب موقف فلسطيني المتحد من أجل قطع الطريق على كل المحاولات للوصايا من جهة ولفصل القطاع ولإعادة إنتاج الاحتلال من جد